السلام عليكم رجعت لكم فيديو جديد ووصفات جديدة 4 شهوات فيديو 1 سوف نحضر معكم هذا السيجار رائع بعجينة سهلا مالا سوف نحضر معكم كيش بعجينة خفيفة مقرمشة دوب في الفم سوف نحضر اقتراح للعشاء سهل وجبة متكاملة سوف نحضر المباشرة سوف ننطل فيها خضيرة والمقرم سوف نضيفا في الآخر كوص المبلغة خفيفة ومنعش سوف نبدأ بالسيجار سوف نحتاج العجينة وربعة كوص مع ملقة كبيرة مع ملقة كبيرة مع ملقة كبيرة ومع ملقة صغيرة لعجينها نقوم بمقاطع لضيف الماء لضيف الماء نضيف الماء أنظار قليلا بمقاطع سوف نضع ماء ادخال قليل من زيت الماء سوف نضيف بصلاة كبيرة سوف نضيف المكعبات سوف نضيف لحما الاخضر سوف نضيف الملح نقوم بحرق كبير و نحرك بحرقة الأجهزة و نكتب الهجة و نحن نقوم بحرقة الكبير و نأخذ اليدك و نحن نقوم بوضع حتى نحن سعرق بحرقة الأعوض و نصفها من الماء و نقطعها و نتجد قصير من الماء و نقوم بحرقة الشعرية الصينية عند الجبن على المشاكل تضيع الحجرة الملحة ربما عجلها نجح على كل مرة من جبن العلب صغر إجاد ذوكة الحشوة على الجين العجينة من بعد ان ترتاح ليها جيدا نقسمها كويرات متوسطين نغطيهم و نرتاحهم جيدا لتعطني الطع لا تبقى شفتة ترجعية العجينة انا نطلقها بيك اترجع من بعد نطلقها بالزيت نرقها جيدا حتى تولي شفافة و ضروري لا نورق بالزيت غير الزيت بوحدة ولكن نورقه جيدا نطوي العجينة على شكل مربع بحال كيف نصابه المسمن طريقة العتيية ديها اهم حاجة تكون عجينة عندكم يعني مدلوكة مزين وتكون رتحت مزين و من اللي نقورها نخليها ترتاح باش كي قتلكم نطلقها بكل سهولة لا تقطع شيئا كيف تشوفوا و نطلقها عادي تولي شفافة و نبدأ نجمعها او نطويها و انا نورقها بالزيت على شكل مربع هكا قدي ندير مع الكويرات اللي عندي كاملين و نكون ستفتهم في واحد البلاتو و نغطيهم ويرجعوا ويرتاحوا مرة اخرى باش ندوذ المرحلة النهائية من اللي كان ستفتهم من اللي كان ستفتهم اول مربع بديد بها كي يكون تطلق واحد شوية سوف نطلقه بالزيت و سوف نحاول نعطيه شوية طول سوف نجيبه على شكل مستطيب و نرقم جيد و ندهن بشوية الزيت هذه الطريقة بالزيت هي التي تعطيها من القرمشة و من بعد سوف نأخذ كمية الحشوة من طبيعة الحشوة تكون باردة عرفنا بالليلة الحشوة كانت سخونة سوف نقطع العجينة يعني الحشوة تبريد على خضرها سوف ندهن في الجنب و سوف نلف عليها العجينة و سوف نقطع العجينة تقريبا هذا المربع يخرج اليات لزيت السيجارة والسيجارة طويل واحد بغيته قصر منها كم ممكن كل سيجارة من بعد ما تستفوهم في الطواء تقسموه معلاجه و كم يجبكم السيجارة يومها صغر هذا السيجارة سوف نطفوه في الطواء الفران و نكمل هذا المربع سوف نخرج منه ثلاثة السيجارة لا نسهر أكثر لذلك يجبون العجينة بجميع طورقها و يخفيفها و لا يجب أن يجب العجينة كثيرة و تقسموه سوف نضغطه و نقطعه و نستفوه في الطواء هذه الطريقة نخدم بها على المربعات مريك كنت من المربعات و نضغط المربعات و نستفوه في الطواء في الطواء سوف نفرش لهم ورقة الطبخة كبش ملسقوشية او ندهن طوام جيدا بالزيت نأخذ واحد شوية دي صفارة البد كنديل وقتارات الخل وندهنهم دهنة خفيفة من كترش البد واحد هناك خفيفة والتزين انا اختارت كان عندي زنجلان بيض وزنجلان كحلب زين تبيعه لكن من طبيعة الحال تقدروا تديروا البافو تقدروا تديروا غير زنجلان العادي ليس مشكلة يعني هذا التزين في الاخر يبقى غير اختياري وعلى حساب شنو عندكم تما في الدار انا اخذوا تاكب زنجلان كحل وفي الوسط كندير ذاك زنجلان البيض وملي كان سلي صفي كندخله من الفران كنسخنه من قبل وكنشعل التحت والفوق غير هو ما كان جاهد شعليهم الفوق باش ميتخطفوش ليه كنخليهم باش كيتقرمشوا وطيطبو ليه مزيان من التحت ويأخذوا اليدك التحميره من الفوق ويطبوحته من الداخل ويأخذونها بشكل مقرمشي اللابات تأتي خفيفة وكتأتي مقرمشة وغزالة والحشوة تأتي بنينها بسعف السيقر اللي ما يأخذ منكم واحد المجهود ضغيه يوجد حتى الحشوة معي بسيطة ولكن يأخذون البنان ويخرجوا حتى كمية كبيرة حتى نحضر الكيش نحتاج رابعة دقيقة الفورس او ماتين وخمسين جرام مية ومسا وعشرين جرام ديال اللبدة اللي هي نص رابعة صفار بيضاء عندي واحد نص معلقة صغيرة ديال الملحة وعندي معلقة كبيرة ديال الزيت وواحد معلقة كبيرة ديال الماء الماء يكون بارد من طبيعة الحال اول حاجة سأخذ دقيقة مع الملحة والزبدة وذيك المعلقة الزيت اللي كانت تعطيناه حتى القرمشاري على هذه اللبدة سنرمل العجينة مزيان ندخل داك الدقيقة في ذيك الزبدة حتى ترمل خالط كله سنزيد السفار بيضاء وملعقة ديال الماء سنزيدوا ملعقة فقط حتى تشوفوا ملعقة اخرى ممكن تزيدوها وكما تنجمع غير باطراف الاصابع هذه اللبات لا تريد تعجن او التدلك وكما تنجمع غير باطراف الاصابع وفي الاخير سنطلقها بالكفة اليد مرة جوش وكما تنجمعها حتى تأكد بالزبدة دخلت كاملة فلابات يعني لا نكتر على هذه اللبات سنجمعها ونغطيها بالبلاستيك الغدائي وندخلها لتلاجة ترتاح على الاقل 31 دقيقة ضروري حتى تنجمع الزبدة سنجمع الزبدة ونجمع الزبدة حتى ترتاح جيدا ونجمع الزبدة ثiva نحن تأكد صلب ثم نحن تلاجع الزبدة ونجمع الزبدة بالضلخ نجمع الزبدة بعض الزبدة حتى تردخل القيام بالأسابع قد تجمع الزبدة الخطيئة ونضبع الزبدة ثم ندخل العجينة في الجواني ونحاول نقضيها لا تخافوا ان ترسلت لكم عادية ونجدوها جيدا لكي تشد لكم الفورما ونحاول نضغط على العجينة جيدا لكي تشد لكم الفورما ندخل الكنجلاتور تقريبا 1-10 دقيق لكي تجمدها قليلا لكي تحافظها على شكل الفران ونضغط قيبة خفافها من الفوق وندخل الفران شعلته من الفوق ومن تحت درجة حرارة متوسطة لكي تشمع لكي تشمع ونخرجها الحشوة الكيش نضغط مقلعه على نار نضغط زيت المائدة ونضغط جبصات كبار نقطعه مع كجوانح ونحمرهم في الزيت مع صصر الشعورما نضغط ملحة نضغط كبار ونضغط المقلعه نضغط ملحة نضغط ملحة ونضغط زيت المائدة حوال menus نضغط نضغط الملحة وتضغط من الطومة مبادرة اضافة شوارما و نضيف توابيل الشوورما و لذا نجرب توابيل الشوورما اضافة جيدة نحتاج 3 طالب البيضات علبة ياغورت طبيعي نفعله بدون كريمة سائلة ثم التحللية سنضغد كبيرة في مناسبة لمبارك نضرب البصل مشكلة لتوم أو لتوم أو البودرة والبزار و نضيف ملعقة الزيت و أتينا لدينا ت Jugend لا تدخل فرن يبقى أن ينصف نهائيا قوام كبير وفي الاخر نأخذ كمية الفرماج غابي او اي نوع الفرماج ممكن تفعله لابات الطيب الطيبة او اللاحة تحمر تماما غير تأخذ اللون ذهبي سوف يتكمل طيبها من بعد نأخذها حتى تبعد سوف نعمرها انا هنا الطبقة الأولى التي نحمر سوف نضيفها في الكيش تأخذها سوف نضيفها سوف نضيفها الطبقة الى الدجاج مع الشامبيون سوف نضيفها اخرى وفي الاخر نضيفها سوف نضيفها الفرماج ونضيفها الفرن نضيفها من فوق ومن تحت في نفس الوقت موقعها التحرير لكنها تبعد لها فهم نضيفها القيادة لذلك ونبدو وحسنا بذلك سوف نضيفها من فرلم ونحصل ونضيفها ويظيفها حتى كتبت شيشة وشكل ونحصل ونضيفها لا يأتي من الداخل حشف او نشف تجعلها مرتبة من الداخل بالنسبة للغاتين سأضع نجيرة سأضعها على نار متوزطة سأضع كمية زيت المائدة بصلاة كبيرة سأضعها لا أستطيع أن نضعها حيث سأضعها من الخضراء سأضع كمية اللحم المفروم سأضعها حتى تحمر اللحم المفروم كالطيب والبصلاة تأخذها اللبين الذهبي سأضعها الخضراء بالنسبة للخضراء التي خدمت بها خدمت بالكرومب أو المكور الكورجيت أو القريعة الخضراء وخدمت بخيزو كلهم تنقطعهم أو تنحكهم بهذا الشكل ونشحرهم مزيان مع اللحم المفروم مع البصلاة حتى يضعوا سأضع ثلاثة الحبات كبارة محقوكين وضعها الكبارة وضعها المفروم وضعها المفروم وضعها الملح وعلى أبزار وعلى أعشاب المناسبة سأضع كمية اللحم المفروم كمية اللحم المفروم بعد مرحل وضعها المفروم وقمت بإمكانك وضعها المفروم وضعها المفروم وضعها المفروم ونحن أضعه وسأضعه المفروم لتنجد كل شيء سوف نضيف كل شيء على النار مع التحريك المستمر بدون توقف حتى تختار و تعقد و تبدأ تغلق سوف نضيف الملحة و القوزة محكوكة لدي هنا بودرة الجبن أو اللي ممكن تطيروه أي منصف ما تبغيتو و شوية الإبزار نضيفها جيدا و نضيفها جانبا هنا عندي كل شيء يوجد بالنسبة للصوص اللي نكون نحضرها الخضراء واللحم المفروم نكون نسلق الليبات في نفس الوقت سوف نضيف اللصوص اللي عندي كاملة مع كيميات الليبات تقريبا انا هنا سلقت 1-400 كرم الليبات من طبيع الحال اللي بودوا تطيرو كيميات أقل ممكن كنا اخذ اللصوص بشامل و هي سخونة كنزد على كيميات الجبن اي جبن بغيتو انا خدمت تغيب الموت الزاريلا حيث بغيتها تعتني تجبيدها هكا في القغاة سوف نضيف اللي مول فاشا نخدم اللي مول أنا نضيفهم فرضيين بغيتو تخدمهم بمول اللي هو كبير ممكن طبيعة الحال انا اخترت نضيفهم صراحة غير صغر جونيها كاملة الأفضل فان اخذ المول كنضيف فيه كيميات اللصوص بشامل في الأول و تبقى خفيفة اللصوص بشامل سوف نضيف الليبات مع ذيك اللصوص والخضراء اللي حضرنا و نضيف في الأخير طبقة آخيرة ديال البيشامل غير كنحاول نضيف واحدة كيميات تكون معقولة ديال البيشامل كما نضيف في الماضي و نضيف السوكي من الخخر نضيف الماضي و نضيف السوكي و نضيف الماضي و نضيف الماضي سوريزة ومدرتون من الفوق ورشة الزعتر في هذه الطريقة تعطينا منضر زوين ومضاق بنين بالذف وحتى هنا مبيل بيزا ورشة تكون معقولة الزعتر ومن الأفضل الزعتر وندخلها الفران كالغاتينة ونشعلها من تحت ومن الفوق ونجعل الفران حتى يسخل ونجعله الجولي ونجعله حتى كالغاتينة على خاطرها ونجعله بيزا ونجعله بيزا ونجعله مضاقات ومن طبيعا الحال تحمر رياحة من الفوق ونجعلها وعلى فكرة لا تبين الخضرة فيها نهائيا ونجعله مضاق ونجعله بيزا ونجعله بيزا وكاقتراح ونجعله بيزا بيزا نحتاج 100 جرام بودرة تستخدموا اختصادية او لا تستخدموا نحتاج 40 لتر من الحليب البارد لدي جوج علب بيرلي و جوج ملاعق كبار جبن الطاري هذا جوج ملاعق كبار اختياري لديكم لا يمكن اضعوا جوج بيرلي او ثلاثة سوف اضع الحليب بودرة و هنا بسكوي مطحون اخترت الكوكيز اللي يكون مدى قوزين اضعوا او هرمشتوا رقيق بزر و ممكن اضعوا اي بسكوي عندكم بنين او اللي يعجبكم المهم يكون بنين من الافضل اخلط البودرة الشونتي مع الحليب يكون برد بزر و سنطلعوا بالبطر ما بين 8 او 10 دقيق يعني تقريبا 8 دقيق لديكم الكريم طلعة جيدة سوف نضع عليها جوج علب بيرلي اللي يريد الحلوة النقصة ممكن اضعوا البرلي اللي يكون لديهم خطر او يكون بدون سكر سوف نضع ملاعق كبار جبن الطاري سوف يخفف لنا الحلوة و يعطي واحد المدى قزوين لهذه الكريمة والتساشية الحليب بودرة سوف نخلط هذا جيد كريمة واجدة كريمة سوف نضع بنينة و خفيفة سوف نضع قصة لنقدم الدسغ اولا نضع البسكولي يرمش تورقيق يطحنه ممكن غير من الافضل يرمش تورقيق لن يجب تورقيق لن يجب تورقيق و يجب تورقيق و نضع الكريمة في واحد البوش لكي تسهل عليكم الخدمة و يمكن أن يضع الملعقة لكي تورقيق و لكن من الافضل لكي تورقيق و يجب تورقيق لكي تورقيق و في المعرقة يجب تورقيق لكي تورقيق يجب تورقيق مختلفة ضروري يبقى وليفتلجا على الأقل واحد ساعتين باش هاد الكريمة كتشد فرصها مزيان و باش ما بردت باش ما كي يكون مضاق ديال هزوي يعني ضروري تخلي واحدة كتبرد تماما عاد خرجوها زينوها و قدموها انا زين تاغي بالبسكويت مطحون او دات البيسكويت مهرمش لبقالية شبيا ديال الشوكولة و درت لها هاد السيكار تقدروا تديروا صوص شوكولة او للي بغيته لكم الاختيار المهم رات ديالنا كي يجيب بنين بزاف و كي يجيب لكم منعيش المضاق دياله رائع ما تخيلوش و مضاق ديالوش حال بنين غيجربوه غديعجبكم و كانت من الاقتراحة دياليوم كاملين يكونوا عاجبينكم اه تجربوا شي حاجة منهم اكيد اكيد غديعجبوكم كونوا متأكدين و نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم من بعد ان شاء الله الى اللقاء